التوبة تزيل الإسراء وإذا كماني خاف لابد من أخاف خوف يبطع مني التسوير وإذا رجى لابد من أن يرجو رجاء أن يبعث إلى مسالك العمل وكذلك بتكون نفس دائما هي مشغولة بالأجل عن الأمل أي بقرب الأجل عن أولي الأمل معروس الكلام هذا فإذا فرد القلب بالله وتخلص مما سواه القلب إذا انفرد بأله أصبح ما فيه شيء إلا الله وتخلص من كل ما سوى الله يعني من كل عبودية لغير الله فهم دقائق التوهيد وقوامضه التي لا يمكن التعبير عنها في الحالة لابد أن تعلق بذات الله وأي كلمة كل كلمة عبارة عن ميزان أو عبارة عن مد كيف هي المعنى المعنى الذي يدخل تحت العبارة المعنى التي تقدر تملك بكلمة لها عبود لكن المعاني المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى دائما العجز فيها عن درك الإدرات يكتفى فيها بما يجانس ويجانس الإنسان ويقاربه أما حقيقتها فنهايته هي ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير وإنت عاجز أبدا دائما عاجز أنت أيها الإنسان عاجز من أن تصف لنا شيء في يوم من الأيام ما شبت ولا سمعت ولا سمع بي ولا سمع بخبرة هل تقدر توصل لنا حاجة بشكل لنا يعني حاجة ما خطر لك على بالي أهو رسول عليه الصلاة والسلام قال ربنا قال أعددت لعباد الصالحين يوم القيامة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تجيب أن تقول لي الشغل للرسول قال ده معنى أصدق كيف بيحصل يعني بتحفل تهوة كده من العالم يفكر ليه مسألة يقول له هذا الشيء اللي قاله لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر كذا ربنا أعددت لعباد الصالحين رؤية يوم القيامة ورؤية الله دي حقيقة هي لم يرها إنسان ولم يرها ذات الله لم يرها ولم يسمع إنسان ولا يستطيع أن يدركها ولا يستطيع أن يخبر عنها لأنها فوق التكييف بعيدة عن الكيف ما تقدر تحددها كده ولا لك يعني هذا أنا ما بقول لك هل تستيب المعنى اللي لا أنا بقول لك في أشياء غير ده غير اللي ربنا عددالي الصالحين حتى في الأشياء اللي خبرونا عديل كده بين الجاذي رؤية الله يوم القيامة لو قال لي كيفها وصفها لأنه لا تدرك كيفها ولا تدرك تصوصها لأنك عاجز ما في كلمة من كلماتك تقدر تحيص بصفات الله ولا في كلام بقدر عشان كده العاليحين لما يقول لي المسائل اللي بتفطر على بالهم ما بقدروا يقولوها دي لأنها أشياء أكبر من المعنى يعني المعنى فيها أكبر من الكلمة إلا هم بقولوها عشان ده بيدلوا على الكلب جزء من الكلام بيسموه إشارات رموز ما كوم الكلام هذا وبيكون حلو لكن لما تشرح ببدا ما حلو وإنما هي رموز وإشارات لا يفهمها إلا أهلها بالضبط ولا تفشى إلا لهم أي وقليل ما هم ومن أفشى شيئا من أسرارها مع غير أهلها مثال ابن أبي مثلا اللي هو بيطلب المعارف دي بدون ما يسلب طريقها مثال إن ترك الطيارة وجقعت مثلا في الكابينة مع الطيار وشاف حديد مشربط وكمبيوتر وحاجات ملخبطة فوق المستوى وأخذ بيقول أنه عن طريق رؤية إيه الأوروبان ده الطيار ده بيلمس ده بيلمس الزرق عن طريق ده يتعلم سؤالة الطيارة هل ممكن ممكن إذا كان سيارة يقول أنا لو ركبه وخليت بقال إيه من السواق إذا دمت على الحالة دي وعشت معه فترة ممكن أعرفه بيعمل إيه بقيمة السيارة لكن الطيارة لا ما تقدرش تروح تمجزل لما زليت حاجة وكل الناس يضيعهم ويضيعهم منها كده ألا ما كيز أيوة فعشان كده قاعدة طريق القوم وعلوم القوم يجب عليك أن تأخذها بقاعدتهم هما وكل ناس طبعا أحرار في مصطلحاتهم أحرار في قواعدهم اللي يلقطوا لفنهم أيوة ومن أفشى شيئا من أسرارها ما غير أهلها فقد أبا هدمه وتعرض لقتل نفسه كما قال أبو مدينا رضي الله عنه وفي السر أسرار دقائق لطيفة تراغ دمانا جهرة لو بها بحنا لو بها بحنا فكلام واضح مثلا الإنسان انفرق برؤية الشوال يا جماعة بيجوز لا يمرك كده يأكل بره جنجر ولا يختفي ناد امرأى شوال في رمضان وما في نام شاخة معه ورد الحاكم رؤية لأنه منفرق إذ لا تثبت رؤية أو لا يثبت شوال الله برؤية عدلين مثلا مفهوم الكلام هذا على رأي الفقهاء خاصة المالكية هل هذا يأكل بره ولا يختفي قبل يأكل طبعا إذا كان مرد يأكل بره هو بينه وبين ربه ما فوقت شيء لكن للحاكم كما لا قد منه يؤدب لأنه انتهت قرمة الشعر كده لا لا فأسرار الصوفية هي ما أكتر من كده مسائل قد تنفرد انت بيها والناس ما مكلفين بيها انت انفردت بيها والناس ما مكلفين بيها الناس في حل عنها طب تخليت بيها يعني ما لما تتكلمه الناس ما يفهموها ساعتها لابد أن تتعرض حياتا بالخطر لأنها متعلقة الحكم بيبقى شديد لما يتعلق بقضية شديدة كبيرة كده ولا لا عشانا بيقول لكيه أبو مدينة الغوص رضي الله عنه قال وفي السر أسرار لطاق لطيفة وفي القلب أي في قلب العارف توجد أسرار لطاق لطيفة رفيعة تراقب دمانا جهرة لو بها بحنا دمانا تباح جهرة لو بحنا بها هذا واضح لأن الإنسان إذا قال في حق الله حاجة وقولنا ما بتوصل ليه نقلنا ما جابه أبنحكم عليه بإيه من ردة والكفر وبعد كأنه نخلص منه هذه الطائرة وقال آخر ولي حبيب عزيز لا أبوح به أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه برضو مثال وهذه الأسرار هي أسرار الزات وأنوار الصفات التي تجلى الحق بها في مظهر الأكوان وإلى ذلك أشار بقوله بعد ما بيّن ليك الطريقة الوحيدة التي توصلك إلى معرفة العلم ونيذ دقائقه وفهم أسراره أشار إليك إلى أن الوسيلة الوحيدة هي أن تعرف الحق تبارك وتعالى تعرف الحق تبارك وتعالى معرفة تخلي معاك ظاهر وتخلي الكون كلك في نظرة من عدم عشان دقائقه الكون الكون كله ظلمة وإنما أنا رو ظهور الحق فيه الكون هو كل شيء ربنا كوّن بكلمة كون كل شيء خرج للوجود بكلمة كون ده اسمه الكون الكون كلك ما بنشاف ولا بنعرف أبدا لأنه عدم محط في الحقيقة وإنما أناره أي أظهره للناس وعرف الناس بي ظهور نور الحق فيه ظهور الحق فيه أي علاقة بالحق لولا الله لما وجد شيء ولولا علاقة الكائنات بالرحمن لما ظهر منها شيء أبدا للعيان هذا مراد فبقول الشارح الكون ما كونته القدرة وأظهرت للعيان الكون هو عبارة عن المخلوقات التي كونها الله تبارك وتعالى بقدرته وأظهرها للعيان المخلوقات اللي ربنا خلقها بيقول بكل هذه مجموعة اسمها الكون طبعا الإنس والجن السماء والأرض وما فيها من مخلوقات عمرت البر أو البحر أو الجو الكون ده شيل من الملائكة جبل الجن جبل البشر الكون كل ما سوى الله تبارك وتعالى هو اسم الكون الكون كلك ظلمة معناه مظلم ما بنشاف لأن الظلمة هي السواد الذي لا يمكن أن يظهر فيه بياء الظلمة هي العدم المحط أي الكون لكل كما عدون محط وإنما أظهره إنما أوجده أو أناره إنما نوره أي أعطاه سمة الوجود ظهور نور الحق فيه أي سلة بالله لولا لولا لما ظهر منه شيء شاء قال الكون ما كونته القدرة وأظهرته للعيال وظلمة ضد النور وهي عدمية والنور وجود وأناره أي صيره نورا وظهور الحق تجلبيه قلت الكون الكون من حيث كونيته وظهور حسه كله ظلمة الكون من حيث كونيته وظهور حسه كله ظلمة يعني وظهور حسة الكل ظلمة لأنه حياب لمن وقف مع ظاهره عن شهود ربه فالكون كلك ظلمة لأنه بيحجبك عن الحق تبارك إذا وقفت معه ولأنه يغطي شمس المعاني لمن وقف مع ظاهر حس العواني ولأن الكون يغط ولأنه أي الكون سحاب بيغطي شمس الحق تبارك وتعالى لمن وقف مع ظاهر حس الأكوان اللي هي الأواني اللي تحمل أسرار المعاني وإليه أشار الششتري بقوله لا تنظر إلى الأواني يعني ما تنظر إلى ظاهر الأكوان ظاهر المعاني لكن أدخل لها من جو وشوف نفيه لعلك ترى قدرتي هنا فصار الكون بهذا الاعتبار كله ظلمة وإنما أناره تجل الحق به وظهوره فيه أي الكون كلك بس عدم وإنما أوجده تجل الحق تبارك وتعالى بوجوده أي الله تبارك وتعالى موجود بلا شيء وما سواه كله موجود به باختصار عشان ابقى أقرب للفهم آه فمن نظر إلى ظاهره السه رآه حسا ظلمانيا كان ناد امرأى الأكوان من ظاهرها بشيفان ظلمانيات ومن نقد إلى باطنه رآه نورا ملكوتيا كان نشوف نور ملكوتي قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض طيب دي طبعا فيه اتجاهين الاتجاه الأول الله منور السماوات والأرض الله تبارك وتعالى هو الذي نور السماوات ونور الأرض نور السماوات بإيه؟ سماوات بالأجرام السماوية بالشمس والقبر والكواكب السيارة والكواكب السابتة أي النجوم اللي هي في السماء السابتة دي وغيرها من الأجرام المنيرة كالمجرات المضيئة وغيرها وغيرها هذا تنوير واحد ونور الأرض كمان بما زينها وجملها من النباتات والأشجار والحيوانات وما فيها من جبال وأنهر وبحار إلى غير ذلك فالله تبارك وتعالى نور نور السماوات ونور الأرضين بما أعده فيها من دلائر القدرة الإلهية من مخلوقاته الدالة عليه مفهوم الكلام هذا معنى آخر أعلى منه هدى أي الله تبارك وتعالى هو وجود السماوات والأرض معنى هذا ليس معنى أن الله هو السماوات والأرض لا الله تبارك وتعالى بوجوده وجدت السماوات ووجدت الأرضين أي أن وجود السماوات ووجود ما زينت به ووجود الأرضين وما زينت به لم يتم لولا أن الله أراده فهي كلها مسببات لسبب إرادة الله تبارك وتعالى لوجودها هذا معنى آخر وهناك معاني أخرى أدق من هذا قد تثير يعني الإشكال فتحصل أن قول الشيخ الكون كله ظلمة إنما هو في حق أهل الحجاب قال لي تحصل أن قولت الشيخ الكون كله ظلمة إنما هو في حق الناس اللي هما اتحجبوا معنى الحجاب كلمة قد تستعمل في غير محلة قد تستعمل بطريقة حاجة يعني طريقة ثانية معنى الحجاب هنا شو الحجاب هو انشغال الإنسان لأن كل إنسان إما أن يكون طريقة سابل إلى الله وإما أن يكون طريقة مواصب إلى الله واقف على حاجة من الحاجات عشان كذا تلاقي الناس منهم المشغول بالمال منهم المشغول بالعيال منهم المشغول مثلا بالدنيا منهم المشغول مثلا بزهرة الدنيا من مالها ونسائها منهم المشغول مثلا بالمناصب فيها درجات العلا فيها منهم المشغول مثلا بشهوات نفسه شهوات نفسه لا بدور دا ولا بدور دا مثلا مشغول بالسكر مشغول بالعربدة مشغول بكذا في الإنسان كمان يتلاقيه مشغول بعبادته بالصالحات دائر ما تقول له هو يعبد عبادته دي بسويها عشان يلقى حصنات على كيف بسويها عشان ما تهطوا الناس يفكروا الحاجات دي مرحب الكلام هذا نعم لا حلص بس نظمه هذا تلقى إنسان مشغول مثلا بالطاعات واجب مع سواب الطاعات ما آجب هناك لرحمة الرحمن صاحب الطاعات اللي يعبده إلى أخرى فدول كل إنسان بسموه محجوب أي أنه واقف مع شيء ما يمنعه من النفوذ إلى الله تبارك وتعالى يرمنا كده أيها فكثير من الناس لما يقولوا مثلا هذا حاجة المحجوبين بيزعل بيقول ممكن الناس يعني مثلا فيناه بالدعوة المعرفة بالدعوة أنه بينهم بين الله ما في حجاب أيها لما يكون قلبك منقى من كل هذه الأشئاء وليس فيه إلا الله وأنك يعني دائما تشهد الله تبارك وتعالى قبل كل شيء أو بعد كل شيء أو مع كل شيء أو في كل شيء أنك كلما كنت في شيء تقوم مع الله حالتك أحسن من الإنسان إلا ما بيذكر الله يعني ما بيذكر الله أنا ما قصدي ما بيذكر الله ما بيذكره كلمات تدل على الزكر يعني بيكون ما مع الله معروسة الكلام هذا النادم اللي بيكون دائما هو كلما رأى شيء إما أن يرى الله قبل أو بعد أو فيه أو كده أو إلى آخر على غرار هو الله الأول الآخر الظاهر الباطل وهو الأول والآخر الظاهر وهو في كل شيء عليم أو غير هذا مما هو معروف لدى القوم حالة الإنسان البشكلدة غير حالة الإنسان الوادف مع شهاتها قبل لا يرتز بهذا الخلام ولا بيضوب لي لذة خالص لما بيعتبر هذا التقريف بيعتبر أنه تضيع للوقت أو فلسفة عقيمة ما لهاش أي فوائد ما لهاش أي نتائج مقدمات عقيمة إلى آخر لكن الحقيقة غير كده خالص لأن القلود عندما تنجلي وتدري أن مرادها إن حصر في الله بكل لذتها وشرفها وفرحها كله في الله وعندما يكون مرادات المختلفة كثيرة متعددة بتتشعب بكل المرادات في أودية مختلفة فلا يصحو لك أبدا شراب في المعرفة ولا يطيب لك أبدا مقام مع أي حال من حالات القربة في الله عشان كده بتكون فعلا أنت محجوب بما حجب قلبك عن مطالعة أنوار الحق تبارك وتعالى معروس الكلام هذا الشيخ بقول الشيخ صاحب الكتاب ده بقول الكلام ده الشيخ قال في حق أهل الهجاب لانتباع ظاهر صور الأكوان في مرآة قلوبهم لأنهم مشغولين بصور الأكوان اللي عاوز مال صورة المال ملان قلبة فشاغل عن الله اللي عاوز مثلا دنيا أخرى مثل يعني ملك أو أي شيء فمشغول بيشغول هذا حتى أنه بينسى زي ما بيحكوا يعني بيثهر الواجي جمد بيصل لمستوى غريب حقوا أن بعض التجار أنه أوطي شاي مثلا أو افتكر أنه فلوس حتى في جابه ما فهم الكلام هذا سواء صحة الحكاية أو ما صحة فهو دليل على أن الإنسان لضمير مشغول في حاجة تانية خالصة ويكفي أن صواحب يوسف صواحب يوسف النساء اللي جن في مكان يوسف قطانا أيديهم أولا ما كنا أشوف دطعا أيديها وهنا ما بدنا ما أنه يوسف مخلوق عندما انشغل به انشغلت به قلوبهم تبطعا أيديها مع أن في جرح الإنسان لنفس حاجة خطيرة وصعبة مؤلمة مع ذلك لا شعرا بالألم ولا شاف ندم ولا حسا بحكاية بعض فوات الأوان وأما أهل العرفان فقد نفذت بصيرتهم إلى شهود الحق أما أهل العرفان فقد نفذت بصيرتهم إلى شهود الحق فرأوا الكون نورا فائضا من بعر الجبروت فرأوا أن الكون كل كبس وجود فائض من بحر الجبروت أي من بحر الحق تبارك وتعالى حتى لو شافوا أي شيء كان شيء ما دل لا يفكرون بأنه هذا جاء من الله يعني على الأقل أي حاجة تشوف أنها يعني ربنا يعني خلقها جاء منه فهي على الأقل تذكر البيان ما من شيء تسمع إلا هو جاء من الله ما من شيء تشوفه إلا هو جاء من الله كده ولا لا إذن كل حاجة أينك بتشوفها طريق موصل إلى الله تبارك وتعالى وصار كوته وأسرار جبروته بالضبط أو من أسرار المعاني القائمة بالأواني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب احتجب عن أهل أهل السماء كما احتجب عن أهل الأرض والملأ الأعلى أي الملائكة يطلبونه زي ما أنتم تطلبوه وإنه أي الله تبارك وتعالى ما حل في شيء يعني هو ما حل في شيء ما نزل في شيء من مخلوقات إطلاقا ما بدأ مظروف لظرف من مخلوقات ولا غاب عن شيء ولا كمان بغائب عن مخلوقات لو يعني معناه أنه مع مخلوقات هو معاهن ولكن ما تقدر تقوله هو فيها وله نفيه معاهن دمعية تتعالى عن أن ندركها بعقولنا لو خلينا عقولنا معانا إخواننا نقدر نفهم شيء واحد أن كل الصفة تنسف إلى الله تبارك وتعالى ده هي من شأن الله إذا أردنا أن ندركها إدراك التكييف ونعرفها معرفة المحدود معرفة الشيء المحدد ده شيء مستحيل لأن الله قال إيه ليس كمثله شيء فذاته هو في ذاته ليس كمثله شيء في أسمائه ليس كمثله شيء في صفاته ليس كمثله شيء في أفعاله أيضا ليس كمثله شيء أفعال أي آثار أفعال متشابهة أما قدرة الفعل والإبراز التي انفرد بها لا يشابهه فيها شيء لأن كل إنسان يوجد ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين معروس الكلام هذا فتبارك الله أحسن الخالقين أي واحد يعمل حاجة بيقول لك أنه عمل لكن عملها من إيه من شيء موجود اللي بيعمل أدوية بيخترع دواء عمله من شيء موجود اللي بيخترع طيارة عملها برضو من رسم موجود بيخترع سيارة برضو من أشياء موجودة أي حاجة توجدت في هذه الدنيا فهي من مادة أصلها موجود كده ولا لا أصلها موجود لذلك يعني ما في أي موجة أوجة من لا شيء إلا الله لذلك خرق الله يسموه إبداع فتبارك الله أحسن الخالقين علمنا كده إذن المعية المذكورة في القرآن للنسبة لله تبارك وتعالى معيتان هما معيتان معية علمية ومعية ذاتية المعية العلمية ممكن ندركها ممكن ندركها إذراك الإيمان أن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هو محسنون والله مع الصابرين يا ابن آدم مريضت فلم تعدني لو كذا كذا لو وجدتني عنده إلى أخر هذه معية معروفة معية علمية أكيد هناك معية ذاتية نحن لا نكيفها نؤمن بها ولا نستطيع أن نكيفها ليس كمثل الشيء لنأخذ الآيات اللي ورزت في هذا الله تبارك وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسويس به نفسه هذه معية علمية خلقنا الإنسان ونعلم ما توسويس به نفسه الحكاية تاتنا بعد كذا أشار إلى المعية الذاتية فقال ونحن هذه الإشارة مش إلى صفة ولا إشارة إلى شيئها ونحن أقرب إليه من حبل الورية إيمانة بقى هنا بتجلى عندما تؤمن بهذه المعية وما تلفها لي وتلويها وتقول لي لا هذه معية علمية وكذا لا هو فرق بيناته كذلك ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذه المعية العلمية الله تبارك وتعالى يعلم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض بعد كذا انتقل إلى مستوى أعلى من هذا فقال ماذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ما تجي تقول لي مثلا هذه المعية علمية لا هو فرق بين المعية العلمية هناك وصف أنه مع الأشياء بعلمي لكن هنا أشار إلى معية أخرى من معنى آخر نحن لا ندرك ولا نستطيع أن نكيفها لأن كل ما هو من الله تبارك وتعالى حكمه حكمه ليس كمثل الشيء فهو السميع البسيط يجب عليك أن تعتبر المعية بالطريقة هذه عندما الأولياء يتكلموا عن معية الله ويشخلوها قريبة بحيث كل إنسان يقدر يوصل إليها لا تظنوا أنهم ناسين الفارق الكبير بين ما هو ممكن للبشر وبين ما هو ليس بممكن للبشر هم عارفين ده كله ولكنهم ما بيجيثوا عشان يشرفوا ويوضحوا في كل وقت أظن فيهم دوني فلو راجعتوا آيات المعية في القرآن تلقوها كلها كده ممكن إلينا أول سورة الحديث مثلا طيب هو الأول والآخر والظاهر والباطل طيب هو الأول والآخر والظاهر والباطل هذه معية ذاتية هو الأول الآخر الظاهر الباطل يعني وهو الأول والآخر والظاهر والباطل هذه أسبق أنه مع كل شيء ثم أشاط إلى المعية العلمية في نهاية الآية وهو بكل شيء علي يعني هذه المعية الثانية معية العلم هناك فأنا عايز كل إنسان ينظر هذا المحل وينوى القرآن دائما ورب الأرض دراسوا وفتشوا وكل شيء فهلا القرآن كتاب الله تبارك وتسمى مبارك والشيء المبارك ده هو الشيء بحيرا كل كل ما بتم أبو معنان كل كل ما بتم فدائما بتلقى في القرآن ما بنسميها بالشيء بنسميها عمل بالشيء دهما الناس شاء الله خير الزر كله تجي تلقى حاجة بسيطة لا ده القرآن المفضل فيه أكثر الناس اللي عرفونها أقل من الشيء للساء ما عرفنا منه أيوه بسم الله وهذه المعاني إنما هي أذواق لا تدرك بالعقل جالت هذه المعاني اللي بتتلم عنها السادة الصوفية دي عبارة عن مسائل تذاق لا تدرك بالعقل ولا كمان تنقل في الأوراق وإنما تدرك بصحبة أهل الزوغ أهل الأزواق فسلم يا عبد الله لهم فيما ذاقوا ولا تنتقل وإذا لم ترى الهلالة فسلم لأناس رأوه بالأبصار بعد كده دسم الناس الشيء في شهودهم للحق تبارك وتعالى على ثلاث أستام عموم وخصوص وخصوص الخصوص وابتقنا الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى وداوى بمنه وفضله وجوده وترمه قلوبنا المرضى هل تصق صلاة المنفرد وحده أها وحده خلف الصف لما نحن رأينا فتوى في جديدة وهذا نصها لا تصق صلاة المنفرد خلف الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فعمره أن يعيد صلاته رواه الخمسة إلا النفئ هذه قضية ويسموها العلمة بيسموه الحالة الزيدي واقعة عين ولكن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة وهي صحيحة لا غبار عليها وواقعة العين هي عبارة عن المسألة اللي الشارع بيحكم فيها حكم لمسألة هو يعلمها ما وردت في النقص مفهوم الكلام هذا فصلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لا بأس بها هذا كلام جديد أقول ايضا عندنا رجل جديد عشان لذاك جديد جاوبنا عليها دون ها 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 فصحيحة منه أقول الله انباطر جريبة نعم شانك اندي نظيفة مجددا حديث انقطاع الوحي ثلاث سنوات وفي رواية ثلاث أيام إلهما في الصحيح والشيخ محمد صادق أرجون بحث طويل في كتابه مفتاح تعطيق التاريخ الإسلامي يرجع فيه رواية الثلاث أيام بحجة أن رواية الثلاث سنوات معلق فما قيمت هذا التربيح فما ترون في مناقشاته مع أصحاب الهالات القرسية كما هو تعبيرهم ما أنه يبدو منصفا وموضوعيا في بخوصه وهو في ذلك يداشر عن الاسم والله هو دائما في بحثنا عن الحقيقة لا فرق بين أن يكون الإنسان معانا أو ما هو معانا المهم أن نقول نحن بنبحث عن الحقيقة انقطاع الوحي مدة ثلاث سنين أو أربع سنين أمر وردت بيا السيرة النبوية وحصل أما انقطاع الوحي ثلاث أيام فهذا ما بسموه انقطاع في رواية انقطع الوحي أربعين يوم وفي رواية ثلاث سنين وهو سبب ما ودعك ربك وما قلا إلا وردك عشان كده ترجيح رواية ثلاث أيام على باقي الروايات هي استحسان ولم تكن قائمة على دليل قطعي يغير من تلك الحقيقة لأن انقطاع الوحي ثلاث أيام ما هو سمو انقطاع إذا جبريل تأخر ثلاث أيام ما نزل إذا شموه حصل ما حصل شيء ولكن لما انقطاع مدة ثلاث سنين بيبقى شيئا عجب ويخلل إذا كان جبريل انقطاع ثلاث أيام بسى الرسول يطلع مثلا في الجبل ويهم بأنه يتردى من الجبال وكذا كذا حاجة غير يعني غير معقولة هذا التردي نفسه أنا لا أوافق عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة